نعم يارا الدفعة السادسة وربما تكون الأخيرة من المقرر أن يتم إطلاق صراح 30 طفل وامرأة فلسطينية سيصار إلى إطلاق صراحهم 15 منهم من الأطفال و15 امرأة بمعنى أن أيضا هناك سبعة من الأسيرات هم من داخل الخط الأخضر من أراضي عام 48 رغم أن لجنة المتابعة العربية وكذلك مركز عدالة أحد المحامين فيها طالب الفصال الفلسطينية وطالب حماس بأن لا تدرج أي من الأسيرات الفلسطينيات ضمن أي صفقات أسرى لأن ذلك فعليا قد يتسبب لهن بسحب الجنسية الإسرائيلية التي يملو بحوزتهن لأنهن يعيشن فعليا في داخل الخط الأخضر لذلك أيضا قد يصار إلى ربما فرض عقوبات عليهم منع من السفر وغيرها من الإجراءات لذلك طالبت اللجنة المتابعة العربية في وقت ماضي من هذا الشأن ولكن فعليا تم إدراج أسماءهن ضمن هذه الصفقة بكل الأحوال نحن نتحدث عن انتظار قد يطول ربما خلال الساعات القليلة القادمة للإفراج عن الأسيرات والأسرع الفلسطينيين مقابل عدد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ولكن حتى الآن حسب ما يرد من الإعلام الإسرائيلي هناك جادي آيزين كوت وكذلك يؤف جالنت أو بني جانس على وجه التحديد يجتمعان كأعضاء من مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمعان مع رئيس الموساد دافيد برنيع في هذه اللحظات حيث كان التقى يوم أمس بأعضاء من القيادة القطرية في قطر على وجه التحديد وربما قد يصار إلى تمديد التهديئة كل المؤشرات تشير ربما إلى إيجابية نوعا ما ولكن بتحفظات كبيرة لا يوجد حتى الآن حديث واضح حول إذا ما كان سيصار الحديث عن تهديئة لمدة أيام مقبلة إذا ما تم ذلك بكل الأحوال هذا سجن عفر الذي خلفنا بانتظار أيضا ربما الإفراج إذا ما سمحت إسرائيل لذلك لكن فعليا نلحظ بأن هناك أيضا عدد من مركبات لشرطة الاحتلال تستعد ما قبل الإفراج بدقائق عن حافلة الصليب الأحمر التي تضم ثلاثين من الأطفال والنساء أو جزء منهم لأن جزء آخر سيتم الإفراج عنه في مدينة القدس المحتلة وكذلك في داخل الخط الأخضر بمعنى عدد قليل ربما قد يصل إلى هنا حسب فعليا يارا صحيفة واشنطن بوست التي كانت تحدثت صباحة هذا اليوم أن المحادثات التي أجريت في قطر والتي الآن يتم إطلاع ربما مسؤولين أو وزراء في حكومة الحرب الإسرائيلية على ما حصل من مفاوضات وحضرها رئيس الموساد الإسرائيلي ربما بشأن تمديد الهدنة إلى فترة أطول وإمكانية إجراء صفقة تبادل جديدة رئيس الموساد الذي كان التقى أيضا رئيس وكالة المخابرات المركزية في قطر والوسطاء الأمريكيين قال بأنه تم الاتفاق لربما على خمسة فئات من الأسرى حيث سيتم إطلاق صراحهم في صفقات مستقبلية رغم أنه لم يتم الاتفاق بعد علامة هذه الصفقات هذا طبعا ما سربته إحداء الصحف الأمريكية لكن بكل الأحوال الفئات الخمس إذا منظرنا إليها يارا فهي تتحدث عن الرجال الذين تجاوزوا سن الخدمة في الجيش معنى أن عمرهم فاقى الأربعين عام وأيضا كذلك المجندات الإسرائيليات اللواتي عملنا في صفوف الجيش الإسرائيلي رجال الاحتياط أيضا الذين وصلوا إلى سن أربعة وأربعين عام فما فوق وهم مخيرين بين الدخول في الخدمة العادية وخدمة الاحتياط كذلك الحديث ربما يأتي حول جثث الإسرائيليين الذين قتلوا قبل أسرهم أو ماتوا أثناء ذلك لكن هذه الدفعة هذا اليوم قد يتم تجديدها إلى دفعة سابعة وثامنة وربما حتى وصولا للعاشرة ولكن حتى الآن لا يوجد أي حديث حول تمديد الهدنة ربما خلال الساعات القادمة رغم أننا نستمع فعليا يارى إلى ما يتحدث به وزير الجيش الإسرائيلي وكذلك عدد من المسؤولين الإسرائيليين بأن ناقلات النمر وكذلك الدبابات وكذلك كل فئات الجيش ستستعد وستتواجد في كل أنحاء غزة حسب ما يقولون فعليا من خلال تصريحاتهم التي تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل قليل بمعنى أن إسرائيل أيضا تهدد وتحاول بث رسائل أنها تريد فرض شروط في ربما أي عمليات مستقبلية وقد يصار فعليا كما قال نتنياهو أن في نهاية هذه الصفقات سندخل وسنعيد ما نقوم به في قطاع غزة من عمليات برية وقصف وما إلى ذلك بكل الأحوال فعليا قلوب الفلسطينيين أو عائلات الأسرة فعليا تحمل كثير من الألم والوجع خصوصا والأمل في ذات الوقت خصوصا بأنها تنتظر لحظة الإفراج عن أبنائها في أي فرصة وفي أي صفقة قد تخرج كافة أبنائها من داخل السجون خصوصا أيضا من الذين لم يفقدوا الأمل من عائلات الأسرة وذويهم الذين فعليا محكمون بالمؤبد لمرات كثيرة داخل السجون الإسرائيلية شكرا جزيلا لك ضياء حوشية كنت معنا من أمام سجن عوفر غربي رام الله شكرا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك